اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس مدربو زامبيا مجموعتنا في الكامل صعبة والمغرب أفضل منتخب في إفريقيا أقرأ أفرام جرانت مدربو منتخب زامبيا بصعوبة مجموعة فارقه في نهاية كأس أمام إفريقيا وقال جرانت في تصريح الله لقد وقعنا في مجموعة صعبة والمنتخب المغربي هو أفضل منتخب في إفريقيا حاليا وأضف نحتاج إلى التحضار بشكل جيد لما ينتظرون والدفاع عن حضوضنا بالشراسة رغم أن المجموعة تبقى صعبة للغاية لكننا نؤمن بحضوضنا وسندافع عليها الرقراغي وجه رسالة شديدة للاعب المنتخب بسبب الأداء الكارتية قال وليد رقراغي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم أن المباراة أمام الكوديفور كانت مهمة للغاية للوقف على الجهزية اللاعبين والإطلاع الجيد على أجواء ما قبل كأس أمم إفريقيا التي ستقام العام المقبل بالكوديفور وأضف رقراغي في تصريح لقناة الرياضية أن الشيطة الأول لم يعجبه أن المنتخب لم يكن في المستوى المطلوب منشيرا إلى أن اللائحة تضم لاعبنا الصغر وكان مهم لهم التعرف على الأجواء الأفريقية ووجه مدرب المنتخب المغربي رسالة شديدة لهجة إلى موصفهم لكي يقولوا لعب كورة البرازيل هذه الأفريق موضحا أن على لعب المنتخب المغربي يكون واقف بدنيا ودهنيا لمواجهة المنتخبات الأفريقية وانتهى اللقاء الذي جمع أصود الأطلس بمنتخب الكوديفور بهدف لمثلها في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت مستعيرا مقولة المناضي المالكوم إكس زياش يقف إلى جانب فارستين ويحذر من مغالطات الإعلام حول الصراع مع الكيان الصهيوني استعرى المغربي حكيم زياش لعب غلاد صراعي التركي مقولة من المناضي للأمريكي المسلم تفيد بالمغالطات التي يمكن أن يروجها الإعلام والتي تساهم في قلب الحقائق في أعين الناس مسقطا ذلك على الصراع الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني وجاءت المقولة التي نشرها الدولي المغربي عبر حسابه الرسمي على الموقع الاشتماع انستغرام كالتالي إذا لم تكن حذرا فإن الصحف ستجعلك تكره الأشخاص الذين يتعارضون للإضطهاد وتحب الأشخاص الذين يمارسون القمع وأرفق زياش التدوين التي أصدرها عبر خاصية استور بصورة تظهر حجم الضمار الذي لحق بالأراضي الفلسطينية جراء الهجوم الذي تشنه قوات الكيان الصهيوني عبد الحميد الصابير يعلن تضامنه مع فلسطين تضامن الدولي المغربي عبد الحميد الصابير لعب فريق الفيحاء السعودي مع الشعب الفلسطيني جراء القصف الذي يتعارض له قطاع غزة من طرف الجيش الإسرائيلي ونشر عبد الحميد الصابير صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع توصل الاشتماع انستغرام بالعالم الفلسطيني في إشارة إلى تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلية وانضف الصابير إلى مجموعة من اللاعبين المغرب الذين أعلنوا في وقت سابق عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني فيضل هجوم الجيش الإسرائيلي الجوي والبري على القطاع شبال الفيفا إنجاز الأصود بمونديال قطار يغري الأشبال في مونديال إندونيسيا يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة على قدم وصاق للمشاركة في كأس العالم للفئة المشار إليها وكله أمل في إكمال السلسلة تألق منتخبات المغرب في مختلف مصابقة فيفا خلال الفترة الأخيرة في تيانو المغرب الذي يشرف عليهم الإطار الوطني السايد شيبا لا يقل طموحهم عن البقية بعد الظهور بصورة مميزة في كأس أمام إفرقية تحت 17 سنة في الجزائر واحتلال الوصفة بعد مصار مميز يبدو أن الأشبال يضعون أعينهم على التألق في المحفل العالمي المقبل في إندونيسيا حينما سيبرزون أبرز المنتخبات في فئتهم السنية خلال شهر النومبر المقبل سايد شيبا خاصة فيفا بحوار حصري تحدث فيها عن أبرز مستجدات تحضيرات أشبال الأطلس وعن أهدافهم في البطولة كما تحدث عن تطور التكوين في المغرب والذي سهم في بروز مجموعة من النجوم العالميين في السنوات الأخيرة وقال شيبا كان مستوى منتخب تحت 17 سنة في كأس أمام إفرقية السابقة مشريفا لكن طموح المجموعة يكبر باستمرار على مدر السنتين السابقتين كانت دائما الطموحات متجديدة كما أن المشاركة في كأس العالم هي أمر محفز للعب وسيكون الهدف هناك أو الذهاب لأبعاد نقطة ممكنة والبصم على مشاركة مشريفة تليق بمقامنا الكرة والحالي بعد الإنجازات الأخيرة وأضف شيبا مواجهة البلد المضيف هو أمر معقد نوعا ما على اعتبار أن المنتخب المغربي يقع في مجموعة إندونيسيا وأضف إذ يحضى بالحماس ومؤذرة الجمهور وعامل الأرض أيضا يجب أن نكون محتاطين فالمجموعة قوية وتضم الإكوادور الذي يعد من بين أحسن المنتخبات في العالم على مستوى هذه المرحلة السنية نحن نتحدث عن وصف بطل أمريكا الجنوبية تحت 17 سنة الذي تغلب على مدارس كروية كبيرة ولذلك يجب أن نكون جاهزين ونحضر للمباريات بتركيز لازم مع القيم بالدراس للخصوم كما قلت ستكون التجارب السابقة وبالأخص المشاركة في كأس أمام فريقية السابقة بالجزائر التي واجهنا فيها الفريق المستضيف ستكون مفيدة كما ستعطينا حمولة ستنفعنا في إدارة مثل هذه المبارية الصعبة وأضف منتخب تحت 17 سنة تطور كما شهد الجميع على مراحل في ضرف سنتين كان هناك دائما نواقص اشغلنا عليها وستبقى هناك دائما نواقص أخرى لأن اللاعبين في طور التطور والتكوين نتمنى أن نكون موافقين في المستقبل لكن الصبغة المميزة هي أن الفريق يلعب بشكل جمعي ومنظم كما أنه ناضج إلى حد كبير إذا ما أخذنا بعين الاعتبار سنهما الصغير كما قلت سابقا انتعاشة الكرة المغربية أعطت دفعة كبيرة لهؤلاء اللاعبين الصغار حين يشاهدون مشاركة المنتخب الوطن المغربي في كأس العالم الأخير يكون هناك حافز كبير يكسر العديد من الحواجز النفسية والعقد لم يعد اللاعب المغربي يشعر بالنقص أمام المدارس الكروية الكبيرة ونحن نشعر بجرعة كبيرة من نطقة التي نحاول التحكم فيها خصوصا أن اللاعبين صغر جدا على مستوى السن وما زال الطريق طويلا أمامهما يجب أن يحتاطوا ويكونوا جديين ومركزين على عملهم هذه أبرز العناوين مدر بوزامبيا مجموعتنا في الكان صعبة والمغرب أفضل منتخبين في إفريقيا الرقراجي يوجه رسالة شديدة للعب المنتخب بالسبب الأداء الكارتية مستعيرا مقولة المناظم مالكوم إكس زياش يقف إلى جنب فلسطين ويحدر من مغالطات الإعلام حول الصراع مع الكيان الصهيوني ترجمة نانسي قنقر